أبلغت مديرية الأمن العام ووزارة البلديات بأنها ستتخذ إجراءات لحماية كاميرات مراقبة السرعة الرادارات في المحافظات وذلك عقب الاعتداء الذي وقع على كاميرات في محافظة الكرك ومدينة الرمثة مدير تكنولوجيا المعلومات في الوزارة قال إن الوزارة خاطبت مديرية الأمن العام بهدف مراقبة رادارات السرعة وحمايتها من العبث مشيرا إلى أن الأمن العام أبلغ الوزارة أنه سيتخذ إجراءات مناسبة لمنع العبث بالرادارات وكانت أجهزة الرادار في منطقة المشير في فلكارك ومدينة الرمثة تعرضت للتحطيم من قبل مجهولين بعد أيام من تركيبها